ودانية عليهم ضلالها وذللت قطوفها تبليل جزاء المكذبين بنعم الله وبتبتدي توصف بعدها ثواب المؤمنين هناخد النهاردة من الآية 43 للآية 47 الآية هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يعني هي دي النار اللي ما كنتوش مصدقين انها حق كنتو بتنكروها او تستهتروا بيها او تسخروا من اللي بيجيب سرتها وبالمناسبة في ناس بتدخل الجنة والنار ويوم القيامة في النكة والهزار وده غلط وما يصحش وحرام جدا انتو متخيلين مثلا لو القاضي قال للناس اللي حيغلط حسجينه يقوم واحد طالع وسط الناس يقول للقاضي نكت وترياءة على السجن ده هل ده في اي تقدير او توقير للقاضي القاضي حيسجينه انت بتهذر فايه وقت دخلوا الدين او القرآن او الجنة والنار في الضحك والهزار والنكت مش مقامهم خالص ده دمب كبير جدا لازم نعظم كلام الله ونجعله في اعلى مكان في كلامنا كلامنا عن اي حاجة في الدنيا كوم وكلامنا عن ربنا عز وجل وعن الغيبيات كوم تاني احنا مش قولنا ان الامان باليوم الاخر من شروط الامان بالله طب الجنة والنار في اليوم الاخر ينفع اذكر اسمهم في النكت واعدات الانس والسمر ماينفعش اللي بيعمل كده بيكون شخص قلبه ميت خالي من الامان ما عندوش خشية من الله عز وجل او جاهل وما يعرفش واجب علينا لما نسمع اسم الجنة نطلبها من ربنا ونسأله الجنة ولما نسمع اسم النار نستعيذ بالله من النار مش عقد اقول بقى مرة واحد دخل النار والشيطان قال له معرفش ايه وقابل فلان ويروحوا صحابه نزلين ضحك ماينفعش لازم نعلم ولادنا ازاي عظاموا الدين ولو شفنا حد بيعمل كده ننصحه ولو لنا عليه سلطان نمنعه ولو شفتوا الكلام ده في اي صفحة ترسلوا الادمن وتعرفوه ان ده لا يجوز ولا يرضي الله وتبقوا عملتوا اللي عليكو كده الاية اللي بعدها يعني بيلفوا بقى على الوان العذاب في جهنم والعياذ بالله شوية في النار وشوية يشربوا من الحميم والحميم هو زي النحاس الدايب كده بيقطع الامعاء والعياذ بالله يعني سبحان الله احنا ما بنتحملش شوية حر في الصيف بنجري على المروح والتكيفات لو مية تسخن وانت بتاخدي الدش زادت شوية بتجري تبرضيها كباية الشاي لو سخنة ولا ساعتك فلسانك بقك بيلتهب لابتعرفي تكلي ولا تشربي ولا تتكلمي فما بالنا باللي بيحصل للمكذبين في جهنم والعياذ بالله ربنا يعفينا بيشربوا نحاس سايح مش كباية شي سخنة انه لز حرام وانه معصية دي اللي تخلينا نضحي بنفسنا التضحية دي يا جماعة عشان نعملها انه راجل يستحق انك تعصي ربنا وتتحمل العذاب ده عشان تعجيبيه انه ست تستاهل انك تعيش في جهنم عشان تنظر لها في الحرام وتستمتع بيها فيما لا يرضي الله حد يستاهل مش هقولك الرجل والست بقى لأ نفسك هل نفس جديد استاهل انك تعذبيها سنين وقرون وازمنة في جهنم عشان مطعت لحظة بحاجة حرام فبأي آلاء ربكم يتكذبين انه نعمة يا معشر الجن والانس بتكذبوها ومش مصدقين انها من صنع الله وملك لله الاية اللي بعدها دخلين بقى على الناس الحلوة الناس المتناعمة بجد اهل الجنة اهل السعادة اهل الفوز والنجاح ربنا يجعلنا منهم يا رب ويدخلنا الجنة من غير عذاب ولا حساب ويغفر لنا كل خطايانة ويبدلها بحسنات الاية ولمن خاف مقام ربه جنتان الناس اللي قدروا الله حق قدره وفعلوا ما يأمروا به وانتهوا عما ينهوا عنه عملنا فرائدنا تجنبنا المعاصي على قد ما نقدر هجرنا الكبائر تبنا عن ذنوبنا ربنا عز وجل بيوعدنا بجنتين جنة وجنة مش جنة واحدة المفسرين قالوا جنة مكافأة على فعل الخيرات وجنة تانية مكافأة على ثرك المنكرات وقالوا كمان جنة من ذهب وجنة من فضة وقالوا كمان جنة من ذهب للمقربين وجنة من ورق لأصحاب اليمين شكلهم ايه الله أعلى وأعلم لا ذهب شبه ذهبنا ولا فضة شبه فضتنا ولا ورق شبه ورقنا ولا ثمار ولا فواكه ولا أكل ولا مية ولا لبن ولا خمر ولا عسل شبه اللي عندنا ده خالص مختلف تماما ده اسم بس للتقريب لكن الشكل والطعم واللون والريح ايه الله أعلم لما أقل واحد في الجنة اللي هو آخر واحد حيدخل الجنة ربنا عز وجل بيعطيه مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا عشر مرات وله ما اشتهت نفسه ولزت عينه وحاجات إيه من الجنة مش من الدنيا يبقى المقربين لله عز وجل حيتكفقوا بإيه طب أهل اليمين حيتكفقوا بإيه خيالنا ما يقدرش يوصل خيالنا مهما كبر ومهما وسع له حدود وآخر حدوده ما توصلهوش كمان لشكل حتى ثمرة واحدة من ثمار الجنة فبأي آلاء ربكما تكذبان حنتوقف لحد هنا وحقرأ الآيات مرة واحدة بلاش مرتين علشان الأخوات اللي شغلها من باقة صغيرة واللي تحب تعيد سماع القراءة مرة تانية ترجعها من الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحانك اللهم وبحمدك وخلصة الحلقة يخصارة لكن معدنا بكرا إن شاء الله في حلقة جديدة على قناة كينزي لايفوي ما تنسوش لايك للفيديو لو استفدتم وتبعتوا الكل لحبيبكم عشان يبقى في ميزان حسانتي وحسنتكم أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودانية عليهم ضلالها وذللت قطوفها تذليلا اشتركوا في القناة